السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيكا راقية جدا وبسيطة جدا بأسهل طريقة 3 كباية دقيق بطين 0,5 كباية بشر جوز الهند 0,5 كباية سكر 0,5 كباية زيت فانيليا ومعلقتين صغيرين بيكينج بودر كريمة حلويات سوف نركنها على جنب سوف نقوم بها في الآخر نقوم بها في الخلاط سهلة جدا بسيطة جدا سيجد خلق المكونات سوف نضيف كل المكونات البيض والزيت والسكر والفانيليا في الخلاط نضيف الزيت و البيضة و الثاني بيضة و السكر و الفانيليا و رشة ملح وضع رشة ملح يدوب رشة صغيرة جدا اضرب كل ده في الخلاط بعد ما اضربتها في الخلاط دربتين اضيف ربع كباية لبن لازم اضربها الاول دربتين في الخلاط المكونات الاولانية بعدين اضيف ربع كباية لبن هنزل بكل الخليط بتاعي في البولة هبدأ بقى ان انا احط بشر جوز الهند زي ما احنا شايفين كده واقلب تقليبتين وبعدين اضيف عليه تلات تربع كباية دقيق واحط معلقتين صغيرين بيكنج بودر اهو اجي معلقة وااجي التانية هقلب الخليط بتاعي وحضر الاولب اللي انا هعمل فيها الكيك بتاعي انا هعمل هنا منها قب كيك وهعمل منها كيك عادية في البولاديات او الوردة اللي احنا شايفينه ده هاخد معلقة زيت كده وهمسح بالفرشة امسح كل الاولب بتاعتي دي وحبدأ بقى ان انا اقسم الخليط بتاعي احط منه شوية هنا وارجع اكمل الباقي في عيون القب كيك زي ما احنا شايفين كده اهو هاجيب بقى الساق بتاع الفرن عندي علشان دول خفاف هحط بقى القالب بتاع القب كيك وهحط البولا بتاع الوردة بتاع الكيك وهدخلهم الفرن انا عندي على درجة مية وستين عندي اخد التلت ساعة بالزبط ودي شكلها بعد ما طلعت من الفرن لازم اكون مسخنة الفرن قبلها بشوية صغيرين هنا بقى هاخد معلقتين كبار من الكريم الحلواني او الكريم الحلويات قصدي واخد نص معلقة صغيرة سكر بودر وحاخد في قيمة معلقتين كبار من الكريمة بتاع الحلويات هقلبهم الاتنين مع بعض كويس قوي زي ما احنا شايفين وحنزل مثلا لو عايز اعمل كلهم اوكي عايز احط واحدة بس احط عليها كريمة وبشر جوز الهن زي ما انتش عاوزة انا هنا هستخدم اللي انا شاعملتها اللي في الوسط اللي هي الوردة هستخدمها كده وحنزل عليها الكريمة بتاعتي هتبقى عاملة زي الترطاية جميلة قوي هشربها من فوق هتنزل هي على الجناب طبيعي زي ما احنا هنشوف كده بالزبط زي ما احنا شايفين حلوة قوي قوي هتعجبكوا جدا طريقة بسيطة والمكونات سهلة جدا وموجودة عندنا في البيت هاجي بقى هنا هاجيب بشر جوز الهند واحط فوق الكريمة بتاعتي بشر جوز الهند شوية صغيرين اجيب فراولاية اجيب شوية رومان اجيب اي حاجة اكثر بيها اللون الابيض عايزة تعملي في كل قدامك اعملي عايزة تعملي في دي بس زي ما انت عاوز بس حاجة تبدينا شكل جمالي وفي نفس الوقت تبدينا طعم جميل جدا جربوا الطريقة ديت وان شاء الله هتعجبكم ومتأكدة جد ان هي تعجبكم افكركم اللي لسه داخل عندي اول مرة في القناة افكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل القرس علشان يوصل لكم كل حاجة جديدة جربوا الطريقة دي والمكونات دي وهتعجبكوا جدا وبالفة هنشوفة سلام عليكم شكرا